السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعتنا اليوم الجمعة 15 أيلول سبتمبر القمر اليوم موجود في العذراء وبدو ينتقل في ساعات العصر تقريبا أو ساعات المساء يعني لها برج الميزان ورح يضل القمر موجود في برج الميزان بعدها يعني من ساعات مساء اليوم الجمعة رح يضل في برج الميزان لغاية الساعة 54 دقيقة من صباح يوم الاثنين لينتقل القمر بعدها لبرج العقرب القمر اليوم موجود في منزلة السماك الأعزل اللي هو الآن وفيه ساعات الساعة 45 دقيقة من مساء اليوم الجمعة بدو ينتقل لمنزلة الغفر منزلة السماك الأعزل هي للصلح والدواء والضرر والتصليح أما من الساعة 45 دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة بدو ينتقل القمر زي ما حكينا لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والظفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي أيضا بما أن القمر موجود في برج العذراء لغاية ساعات المساء معناته من نعود الآن لطبيعتنا الجد بننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمارين رياضية أو البدء بحمي بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك وردة أو شاردة دون تفاحصها بنجد أن عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام ومنشعر أن الناس شحيحون في أعطاهم مدنيا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادي سيئة كالتدخين وشرب الكحوليات والمهدئات وبوسع نقتنع حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة وحدة وتسعة وثلاثين دقيقة يعني فجرا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من الضاقة المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرها على سيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو ابتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والأمور الفنية إجمالا والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة عشرة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهم من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة وحدة وتسعة واربعين دقيقة بعد الظهر بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة وحدة وتسعة واربعين دقيقة عصرا من عصر اليوم الجمعة بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة خمسة وأربعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج لا يستقر القمر بعديها في برج الميزان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة خمسة وأربعة واربعين دقيقة مساء القمر بنتقل وبصير في برج الميزان عشان هيك بتبلش هاي الفترة أفضل عاطفيا لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومن ميلة الاسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة معني دور في علاقة لم تستقر بعد فعشان هيك ديروا بالكم من الغيرة في الفترة هاي هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو أعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة الحدث اللي رح يصير اليوم اللي هو انتهاء تراجع كوكب عطارد كوكب عطارد اللي إله بيتراجع تقريبا ثلاث أسابيع اليوم الساعة ثمانية وواحد وعشرين دقيقة مساء بنهي عملية التراجع وبرجع للحركة الأمامية ولكن إذا لاحظت في اليومين الماضيات أنا كنت أذكر لا تسعتاش تسعة فلما أذكر أنا مزاج الكواكب فكثير من الأشخاص علقوا لا هو بانتهي مش في تسعتاش تسعة المقصود أنه اليوم بانتهي عملية التراجع ولكن التأثيرات السلبية للتراجع رح تضل موجودة لغاية تسعتاش تسعة بعدها رح يستمر بالحركة الأمامية يعني ابتداء من اليوم برجع للحركة الأمامية وبضل بحركة أمامية لغاية يوم خمسة عشرة لا يغادر برج العذراء وينتقل لبرج الميزان عشان هيك الحلقة صارت اللي فيها التفصيل الكامل لموضوع عودة للحركة الأمامية صارت موجودة على القناة اللي بحب يروح يسمعها بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعة المغرب عنا البنكرياس والعمعاء الدقيقة والأعور والقولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس للعيون والأذنين ومن ساعة المغرب وما بعد بصير عنا الكلا والحالب والمثانة البولية لأورده والجلد كعضل اللمس والبنكرياس والأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية ولكن دون الأعضاء اللي ذكرناها وبرضو مش في فترة خلو المسار هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن وبرضو مناسب للجراحة ويصلح لإزالة الشعر الزائد بس أنه يعني نبلشنا في مرحلة الآن اللي هي ولادة الهلال لا يصلح لقص الشعر التجميلي ولا لا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي ولكن زي ما حكينا لأنه اليوم بنولد الهلال فعشان هيك تقريبا منقدر نقول أنه فترة بتكون متقلبة على هاي الأمور لو اليوم ما عملتوا هاي الأمور وأجلتوها له يوم الغد بيكون أفضل بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان خلو المسار القادم رح يكون الساعة وحدة وصد دقائق من صباح يوم الاثنين ثمانتاش تسعة بيستمر خلو المسار حتى تمام ساعة أربعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا من صباح يوم الاثنين وبيستمر لا يستقر القمر بعدها في برج العقرب يعني هو ببدأ الساعة وحدة وست دقائق صباحا وبنتهي الساعة أربعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا من صباح يوم الاثنين أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره تسعة وعشرين يوم في تمام الساعة ثلاثة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بصير يومين لأنه عادة احنا الشهر العربي ثلاثين يوم فلما ببلش بتسعة وعشرين باختصر يوم لعملية الدخول للشهر اللي وراه فهاي بتصير في بعض الأوقات كأنه راح يوم من الحساب عشان يرجع الحساب الشهري للطريقة الصحيحة بعملية العد طبعا عملية بداية اليوم أو اليوم الثاني بنعتبرها احنا في الساعة ثلاثة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا نسبة الإضاءة واحد في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرها حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة سعيد الآن بنسبة خمسة وثمانين في المية في ساعات المساء بتصير سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في العذرها وبدو ينتقل للميزان ورح يظل في الميزان ليوم ثمنتاش تسعة سعيد الآن بنسبة خمسة واربعين في المية في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ساعات المساء بصير منتحس بنسبة ثلاثين في المية عطارد في العذراء حتى يوم 15 منتحس بنسبة 15% الآن في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 15% الزهرة في الأسد حتى يوم 19 سعيدة بنسبة 10% المريخ في الميزان حتى يوم 12 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات المغرب بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجد صعوبة في إنجاز الكثير منه انتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول علجوا المسائل الطارئة للتوصل لا أي اتفاق ابحثوا عن حليف أو عن دعم وتجنبوا الإساءة للأصدقاء أو زملائكم بالعمل أو شركائكم وحادروا من التراجع الصحي أما من ساعات المغرب وما بعد هنا القمر بصير مقابلكم تماما بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن ممكن تتعقد الأمور أو تطرأ بعض البلبلة علجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحادروا القطيعة والدعاوى القانونية لأن خصمكم قوي والعرقيل تستفزك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم برضو بحيطك الفلك بالحيوي والحماس لمتابعة المساعي والتواصل مع المحيط وبرضو بيكون اليوم هذا من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا ممكن تشعر بالطمانينة والراحة أما من ساعات المغرب بيبدأ العمل بتراكم لديكم عشان هيك بتكو تنتبهوا لصحتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي فبدك تحاذر من المشاكل الصحية ورتب جدول أعمالك بشكل جيد برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتنشطوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن اليوم تشعر ببعض الحزن والتعب وتبحث عن ملاذ آمن أهم شيء أنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك ممكن تلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة أما من ساعات الظهر تقريباً أو يعني تقريباً للمغرب بتشعر برغبة عالية جداً في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات ولكن بدك تلطف الأجواء وتعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغبه وبتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة فترة إيجابية برج السرطان بالنسبة لما أوليد برج السرطان بوسعكم اليوم يعني أنه تنشطوا بشكل كبير طيلة النهار لغاية ساعات المغرب بالسفر والاتصالات والتنقلات والرحلات أهم شيء ما تدخلوا في نقاش حاد مع الإخوة ومع الجيران واليوم بسجلك لقاء مهم أو اتصال مفيد ممكن تجري أبحاث أو مفاوضات ناجحة معدكم ممكن يقوم بزيارات أو يلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة طبعاً لغاية ساعات المغرب أما من ساعات المغرب وما بعد بتفضل التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء أن تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر والاستثمار برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتكون تخففوا من النفقات قدر المستطاع وتبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية ويحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياعة ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم مش أنه ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ولا تبذر أموالك وحاول أنك تكون عاقل ومتيقذ قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك أما من ساعات المغرب بتنشطوا في مسائل السفر والاتصالات ولكن بتكون يعني هيك بكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر النشاطات على حسب حق الإختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة باستطاع تخذ دفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك لا تتردد بالتحرك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرها على السيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأداءك وفترة هاي واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة وتجتهد على إنجاح مشروع جديد في حماسة ووضوح في الأفكار أما من ساعات المغرب وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهمش أنوا ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ولا تبالغوا بمصاريفكم كونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة ممكن تهتموا لأمور مالية أو استشفائية برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان فيتطلب منكم هذا اليوم لغاية ساعات المغرب الانتباه بشكل جيد لصحتكم بيسيطر التعب عليكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المغرب فممكن تفكروا في إلغاء الموعيد أو الابتعاد عن الأضواء حاولوا أن تحموا نفسكم من المحتالين ابتهدى الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية فترة محبطة جدا ومخيبة للأمال بيطرأ تغيير للأفضل على صحتكم في ساعات المغرب أما من ساعات المغرب وما بعد بتستعيد حماستك تنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة النجاح وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقى ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة لغاية ساعات المغرب ولكن القمر بيقترب من بيت متاعبكم عشان هيك حاول أنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات المغرب وحاول أنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة وإلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك بتتمتع بحضور لافت وشعبي واسعة الرؤية واضحة وما بجوز تجنب اتخاذ القرارات أما في ساعات المغرب هنا بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد لأنها هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهميش إنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي وركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل أما من ساعات المغرب وما بعد بتلتقوا الأصدقاء وبيصير عندكم نشاط اجتماعي عالي بدروا لملاقات الآخرين اليوم بيطمئن بالكم وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم وممكن يتبجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء أو اتصال بعض الأصدقاء أهميش إنه ما تستسلم بل كرر المحاولات برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي تنشطه في مسائل إلى علاقة بالسفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن في عندكم دفاع وحماسة رح يتركوا أجمل الانطباعات عنكم بسبب حيويتكم الفائضة بتطمئن خواطركم وبتختفي هواجسكم فترة إيجابية جدا فما تضيح عليك أما من ساعات المغرب وما بعد هنا بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهمش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع ممكن يكون في بعض القلق أو التوتر برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا تفحصوا حساب مالي من الآن ولغاية ساعات المغرب وممكن يكون لك بعض الاهتمامات أو ترتيب بعض الفواتير ولكن بتكون تخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية كونوا مرنين وممكن تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو تسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف لا تهم الملف ولا قضية أما من ساعات المغرب وما بعد هنا بتنشغلوا في مسائل العلاقة بالسفر والاتصالات البعيد والعلاقات مع الأجانب وتعتبر هاي فترة مناسبة لإجراء مقابلي أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو تناقش بقوة وذكاء وتجرى على رفض أي شيء ما بيناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر أي فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة مع الموليد برج الدلو ممكن يهتموا بالمسائل العلاقة بالسفر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت تتركز جهودكم نحو البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء في العمل أو العاطفي ولكن بتكونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم لغاية ساعات المغرب لأن القمر ما زال موجود مقابلك تماماً نسق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل في هاي الفترة لأنه في نوع من أنواع الضغط والأوضاع ممكن تصعب أما من ساعات المغرب وما بعد بتنهمكوا في عادة ضبط أو وتنظيم أموركم المالية أهمش إنه ما تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوباً معكم وبتلاقي أعمالك صدى طيب برضو لا تتكاسل بل سار على العمل دون مماطله ودون أعذار هيك من كون انتحينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء